خلونا نتابع مع حضراتكو استراتيجية مهمة الحقيقة كانت أعلنت عنها وزارة الأوقاف بالتعاون مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرام جبر أطلقوا استراتيجية اسمها بناء الوعي كان في مؤتمر بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين ونواب مجلس الشيوخ دكتور جمعة قال إن هذه الانطلاقة توحي بأمل كبير في نجاح المبادرة هي استراتيجية مهمة شملة وجامعة لبناء الوعي والتثقيف وأيضا التنويع هكذا قال البداية كانت مع الأعلى الإعلام لأن القضايا الدينية هي الأكثر الحاحن في الواقع قال إنه في تعاون بين وزارة الأوقاف ووزارة الثقافة تم طبع أكثر من 600 ألف كتاب منها مجموعة رؤية للفكر المستنير بتناقش قضايا مختلفة بتفكك أفكار الجماعات المتطرفة وبتستطيع إنها تفندها على الجانب الآخر رئيس المجلس الأعلى تنظيم الإعلام دكتور كرام جابر أكد إنه إطلاق هذه المبادرة بمحاورها المختلفة مهم جدا لأنه بيحدث حراك فكري خاصة ما يتعلق بالأديان بالأوطان قال أيضا إنه جماعات الإرهابية جعلت في تضاد بين الدين والوطن إما تختار الدين أو تختار الوطن بل إنه كمان بعض الجماعات الإرهابية أو يعني الإخوان غيرت الدستور لتغيير الحدود حتى يذوب الوطن ترجمة نانسي قنقر